مؤسسة محمد الخامس للتضامن تواصل جهودها بجماعة أدسي الإقليم الشيشاوة لمواكبة ودعم المتضررين من زرزال الحوز نصب الخيام من بين الاحتياجات المليحة للساكنة التي تعرضت مبنيها للضمار حيث لقت هذه العملية استحساناً كبيراً من قبل المستفيدين الخيام وما اللي تطلبوا منهم الساكنة دابا وما اللي تطلبوا بالساكنة تطلبوا بالخيام دابا الحمد لله كما اشتدوا بس سيد القائد الحمد لله كاللخيام الناس البارح شافوا الجو دياليشتاء وخايفون وكي بقيوا دابا الله إزازيك بخير رفع الشيديال لخيام فرحنا ودركوا اللي جزاء هذا الخير كي يشكروا جامع المناطق المغرب التجاوب السريع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن مع مطالب الدواوير المتضررة من الزرزال وتوفير خيام تأويهم وتقيهم تقلبات الطقس في هذه المنطقة الجبلية عملية ستشمل جميع المناطق الأخرى المتضررة بالإقليم جميع المتدخلين معبعين لتقديم المساعدات للساكنة المتضررة حيث يتم إصال المواد الغذائية والأغطية والأفريشة والخيام بشكل متواصل جهود كبيرة هي التي تبدلها مختلف السلطات تنفيذا لتعليمات الملكية السامية من أجل تخفيف من معاناة الساكنة وتوفير كل سبول الدعم للمنكوبين ترجمة نانسي قنقر